تعالوا كده نشوف مسألة فيها فكر مختلف وطريق التفكير مختلفة هي بسيطة هي المسألة ما فيهاش تفكير معقد هي فكرتها بسيطة ولكن هل لو شفت مسألة زي دي هتعرف تفكر فيها ولا لا هو ده اللي احنا عايزين نعرفه من خلال السؤال اللي احنا هنشوفه من كتاب الوسام مراجعة لهاية السؤال بيقول ايه بعض الاسماك مثل صعبان البحر قادر على توليد طيار كهربي خلي بالك انا هفصر لك المسألة وبعدين تروح انت موقف الفيديو وتحول تحلها لوحدك وتشوف كده هل انت كنت في الطريق للحل او وصلت لك الفكرة ولا لا فهنا بنقول بعض الاسماك مثل صعبان البحر قادر على توليد طيار كهربي من خلال او خلايا بيولوجية في بعض الاسماك ممكن لو قربت منها احصل لك صعق كهربي ليه لانها بتوليد طيار كهربي ماشي بتولي عندها قد ايه بقى قالك عندها خلايا بيولوجية في الصعبان حوالي 100 صف على طول الجسم يبقى جسم الصعبان كده عنده 100 صف افقي طبعا انا مش هرسم 100 صف بس انا بتخيل مخطة احلي به 100 صف افقي على طول الجسم كل صف فيه 5000 خلية خلية شبهها بالبطارية هنا هرسم كم واحدة في الصف ده 5000 خلية 5000 بطارية كل واحدة منهم كل خلية تولد 15 من 100 فولت وديا 15 من 100 فولت وديا 15 من 100 فولت كلهم تماما طيب ومقاومتها الداخلية كل خلية من دول لها مقاومة داخلية 25 من 100 اوه ومقاومة المية حول السمك عشان يكمل الدايرة بين الرأس والزيل المقاومة 500 اوه ماشي فعايز الطيار الناتج يا ترى السمكة دي هينطج عنها طيار كم تؤدي هل انت فهمت الفكرة؟ الفكرة دي بتتعامل ازاي مع الصفوف اللي هي هتظهر كأنها عبارة عن توصيل على التوازي هيبقى معاك بطاريات ومقاومة داخلية هل هتتعامل مع البطارية بنفس مبدأ المقاومة الداخلية؟ وخلي بالك ان ده ممكن تحلها لو انت شاطر في تلتة عددية السؤال ده لو واحد في تلتة عددية يحلها بسهولة جدا تعالوا ناخد الخلايا اللي هي عم نزيل بطاريات انا ممكن اشيل الصف ده كله وعمل مكانه خلية كبيرة بطارية كبيرة ساعتها بقا هتبقى بتولد كم فولت؟ دول كلهم الصف ده في 5000 الواحدة 15 من 100 هتولد 15 من 100 ساعتقد الخمس تلاف دي هتضربها في 15 من 100 هلاقي ان الواحدة دي 750 فولت ده الصف طب الصف التالي 750 طب الصف التالت 750 كم صف؟ 100 صف دي بخلصت من البطاريات لقص المقاومة الداخلية المقاومات الداخلية دي كده الخلايا هتبقى توصيل على التوالي الواحدة بربح الواحدة بربح طب ودول كان بطارية في الصف 5000 هتضرب 5000 هتضرب 5000 في 25 من 100 الربع بتاع المقاومة الداخلية هتطلع معاك المقاومة الصف 1250 نخلص المياه بقى هنقول البطاريات لما بتكون متوصلة على التوازي وزي بعض باخد واحدة منهم بس 750 طلب اكتب سألتني يا ميس ده ده الموضوع ده من تلت اعدادي لما يكونوا عدد بطاريات متمثلة على التوازي تاخد واحدة بس منهم طب المقاومات لا المقاومة بتاعت الصف 1250 وهنا 1250 وهنا 1250 اخد واحدة منهم على عددهم يبقى 1250 على المية يبقى عندك 12 ونص يبقى هنا 12 ونص اخد واحدة طيب وبقيت السمكة السمكة عشلها وقت بالمقاومة بتاعتها اللي هي 500 اخد اقدر احسب الطيار حولت الموضوع ده كله لدائرة بسيطة جدا فيها قيمة للفي باتاري فيها قيمة المقاومة الداخلية والمقاومة الخارجية فقول الآي بساوي الفي باتاري اللي هو 750 على المقاومات اللي عندي اللي هي المقاومة اللي هي كام ون كام يبقى 500 زائد 12 ونص هيطلع معاك واحد ونص امبير فتبقى الاجابة الصحيحة هتكون رقم بي ولو حد هنا عبقري وعرف حل السؤال يالي تكتب لي فيه التعليقات ورأيكو ايه في السؤال ده سؤال فكرته حلوة ويشغل الدماغ ولا رأيكو في ايه ترجمة نانسي قنقر